هذه صارت عندنا بخمس تقاطعات وسجلنا أكثر من مليونين وأربعمائة ألف أو هسه زادت صارت أكثر من هذا العدد رصدناها خلال من 11 إلى 11 أو 31 أو 12 يعني شهرين مليونين وأربعمائة ألف غرامة هذا رقم غيازي بخمس تقاطعات فقط في بغداد يعني إذا صارت كل التقاطعات وإن شاء الله اليوم يوجد لجنة لتقييم هذه التجربة على مستوى عالي من وزارة الداخلية بإشارة السيد والوزير ومتابعة ميدانية من قبل السيد وكيل الوزارة والشرطة والسيد مدير المرور هذه اللجنة أنت التوصيات أما بالنسبة للخطوط السريعة فقد تم نصب كاميرات على الخطوط السريعة الثلاثة اللي انتخابناها وهم راح تقيم هذه التجربة خلال الأيام يعني كل تجربة يطيناها تقييم من 3 إلى 6 أشهر إذا اللجنة قالت هذه التجربة ناجحة سوف تعمم التجربة على كل تقاطعات محافظة بغداد يعني المحافظات موجودة يعني المحافظة السريعة هو طريق طيب خلي بس أنوه سيادة العميد أنه الاتصال بظن الخطة راح تنفتح الاتصالات وبعض الأسلح تتوجه إلى جنابك يعني وضع الكاميرات اليوم بالمحافظات نعم ستنة الكريمة اليوم التجربة بالتقاطعات ما أكو فرق خلي شوية نوضح أنا وجنابك الكريم للمواطن العراقي أكو فرق بين كاميرات مراقبة المخالفات وكاميرات السرعة رادارات السرعة الخطوط السريعة انتخبنا ثلاثة طريق محمد القاسم السريع وطريق الدورة باتجاه السريع الجديد اللي انفتح قبل فترة فتح السيد محمد الشاعي السوداني اللي هو يوسفية دورة هذا النصبت عليه كاميرات السرعة نعم مراقبة السرعة وطريق من سيطرة 75 اللي هو أعلى جسر العنكبوتي لمحافظة بغداد كربلا باتجاه الخط السريع اللي يروح إلى محافظة بابل هم نصبنا عليه كاميرات هاي تجريبية هاي الكاميرات من تقيم اللجنة انه هاي الكاميرات ناجحة سوف تنشر في جميع الخطوط السريعة وفي جميع الطرق في بغداد والمحافظات هذا واحد الشيء الآخر توجيه السيد وزير الداخلية واشراف السيد مدير المرور كل 50 كيلومتر وهي سجليها يمج نعم على موضة نوهين جنابك عنها كل 50 كيلومتر من البصرة إلى الحدود السعودية أو حدود السورية وإلى الموصل وإلى المناطق الشمالية كل الطرق الدولية والسريعة اللي سيحدث بها كل 50 كيلومتر بدأنا نبني بمركز مروري هذا مركز مروري للخط السريع لستكون به سيارة نجدة وسيارة تابعة للدفاع المدني وسيارة تابعة للإسعاف الفوري بالتنسيق مع وزارة الصحة وسيارة مرور ولحصير بيها رادارات سرعة متنقلة وهاي نخلي جواها خطيا متنقلة وثابتة لأن الرادار الثابت ما يضبط السايق مثل الرادار المتحرك نعم لأن نشوفها في بعض المناطق مثل مناطقنا الشمالية أكو بيها رادارات سرعة ثابتة فالسايق من يجي يندل الرادار يخفف ويعبر لكن إحنا سوينا بالخطوط السريعة استحدفنا دوريات هاي الدوريات لح تسوي شغلتين أولا ثبت رادارات سرعة على الدورية بحيث ما يدريش وقت السايق تطلع لهاي الدورية وترصل للمخالف غمان السرعة ماتتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة